استضافت وزارة الخارجية الاجتماع الوزري ثاني للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهة الوطنية والمجالس القومية المتخصصة المعنية بموضوعات حقوق الإنسان في مصر هدف الاجتماع إلى التحضير للمشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في شهر يناير 2025 والتي تعد فرصة همة لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلاة بتعزيز وحمية حقوق الإنسان في مصر والاستماع إلى التوصيات التي تتقدم بها الدول لتعزيز هذه الجهود في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على الاحترام المتبادل الذي يهدف إلى تبدل الخبرات وأفضل الممارسات